بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نتكلم على Sensory System أو Anatomy of Sensation عندنا الكوتينوس Receptors عندنا هذه المستقبلات الحسية والجلدية راح يشينوا عندنا أول واحدة Nociceptor Nociceptor اللي هي يعني مستقبلات الأذية يعني Pain Receptor Thermoceptor اللي هي مستقبلات Thermal الحرارة تمام يعني Temperature والميكانو يعني الآلية مالحركة ميكانو Receptor تمام زيان بعد شنو عندنا عندنا The efferent fibers and peripheral nerve transverse the dorsal root يعني احنا عندنا هذه And enter the dorsal horn of the spinal cord تمام فهنانا عندنا يجينا النيرف من هنا يجي من ويطب هنا هذا كليته هذا dorsal root ganglia هذا dorsal root ganglia هذه تمام وهذا نسمي دورزal root واللي يطب هنا على هذا البارت اللي نسمي dorsal horn تمام اللي هو هذا كل يدخل من عنده شنو يدخل من عنده sensation تمام زيان بعد بعد شنو عندنا هنا يقول the spinothelamic tract عدنا the spinothelamic tract من اسمه spinothelamic يعني بين the spinal cord وبين thalamus اللي بالي brain responsible for pain and temperature and temperature thermal sense and the posterior column تمام اللي هو هذا هنان spina thalamic خوش بينما posterior column اللي هو هذا posterior column هنان تمام responsible for touch and pressure and joint position تمام و هذي صورة توضيحية الها و هذي dermatomes كل segment شنو يغذيه من جسمنا زيان و هذي صورة ثانية كما تفسر لنا شون يجي تيجي من هنا الأفران روت طب الدور ذا روت و قسم يصير لها decassation بالsegment نفسه أو شنو أو ما تصعد في segment أو segment من ماشي وأكل يصير لها الكروس وين يصير يصير بال medibrain أو بالbrain stem تمام و كل واحدة يعني مفصلة بصورة دقيقة زي sensorial symptoms احنا عدنا symptoms يعمى positive symptoms يعمى negative symptoms تمام البositive symptoms شنو اللي تعنينا شنو المثل مثل شنو البروتو prototypical prototypical اللي هي prototypical يعني نموذجية مثل البن والنيدل تمام يعني من نستخدم البن هذه التبوس والنيدل ماشي تنطينا هذا الاحساس هذا النموذجي بينما أكو شنو عدنا الظواهر غير اعتيادية مثل شنو مثل عندنا الـ الحكة والألتر السيشن اللي حاسيس المختلفة البند هو شنو البند هو يعني مثله الحلقة ماشي أو مثل الحزام دائر مدور مثلا خلي نقول يعني حول الدماغ تمام أو حول الراس يعني مثل الستشين يعني وخز أو شنو وخز بالضبط يعني مثل لشك شك أو burning أو احتراق ما شي burning feelings such symptoms are often painful كل هذي شنو هذي positive symptoms زي اتنا negative symptoms أو negative phenomena represent loss of sensory function and are characterized by diminished or absent feeling that often is experienced as numbness والنumbness اللي هو الخدر ما شي نumbness خدر هو أو فقدان الحس تمام and by abnormal findings on sensory examination فهذي ندعي هاشنو أنه هي هذي negative symptoms disorders of deep sensation arise from muscle spindle اللي طلع من المحور مع المسل أو tendons and joint affect proper reception وال proper reception هو position sense يعني هو وضع أحاسيس الوضع يعني مثلا مثلا أنه هذا joint خلي نقول flexed or flexion or extension أو مثلا هذا big toe مثلا هو upward ما شي رفع لي فوق لو نزل لي جو يعني position يفهمنا من عند position زين manifestations include imbalance عدم الاتزان particularly with eyes closed or in dark ما شي هذي نسميها sensory attaxia sensory attaxia اللي هي هذي sensory attaxia هذي شنية ترنح هذا شنو المريض أو كي يمدبر أموره ما شي بس هو خليته يغمض عيونه بلشيت مايل أو إذا خليته بغرفة ظلمة طفيت الضوة رأسا يقوم 100 مايل فهذي شنو نسميه الترنح زي وهذي صورة توضيحية للترنح وشنو المشاكل مالته ما شي هذي 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 هو فقدان للتنسيق بين العضلة وبين النير ماشي فالذلك يصير attaxia eye movement abnormalities يصير عنده مشاكل بال حركة العين slurred speech ممكن يكون كلامه غير واضح tremors تمام رعشة ورجفة بالإيد gate abnormalities المشي مالته مضطربة غير طبيعة هي difficulty walking and poor balance صعوبة بالمشي وفقر أو قصور الاتزام تمام attaxia is a rare neurological disease affecting people of all age تمام زياد نرجع الموضوع الثاني اللي هو terminology ماشي terminology terminology بعض المصطلحات اللي رح نستخدمها بالneurology ماشي مثل عندنا أول شي الpara الpara parasthesia sorry parasthesia اللي هي شعور التنمل أو الحكة شعور التنمل أو شنو الحكة يعني يحس مثل منملة general term used to denote ماشي positive sensory symptoms يعني هي مصطلح عام نستخدمها أو نشير به لل positive symptoms the term parasthesia typically refers to tingling ماشي tingling اللي هو شنو برق أو مثل الصعق sorry tingling يعني مثل الوخز العفو or pins and needle sensation تل تشكت النيدل anesthesia أي أي يعني ماكو a complete absence of cutaneous sensation to a specific type of testing such as pin break ماشي مثل ضربة النيدل أو وخزة النيدل pressure ضغط light touch and warm or cold stimuli كل اذنه يفقدهن ماشي بالانستيزية تمام زين analgesia analgesia فقدان الألم absence of pain perception nociception ماكو شنو ماكو ألم مايحس عدنا هذي الرومبرغ sign الرومبرغ sign اللي شرحناها هسه is positive which means that the patient sways markedly when asked to stand with the feet closed together and eyes closed اللي هي شرحناها قبل شوية واللي إهاية مضحة هذي الرومبرغ sign احنا نقول لها اطبق رجل بصف رجل تمام هذي وحدة والثانية شنو نقول لها نقول لها فاتح عيونه شوفوا فاتح عيونه أوكي واقف عدل هو قلنا على غمض عيونك رأسا مال فهذي رومبرغ sign positive رومبرغ sign positive واللي هي شنو المشكلة وين صير impairment in the proper reception وتسوي ما يدعى بال اتاكسية او السنسوري اتاكسية مشكلة بالدور ظل روت جانجاليا زي localization of abnormalities احنا عدنا شنو عدنا الperipheral nerves وممكن نشوف B البنب اللي هي شنو البولي neuropathy او الم اللي هي mono neuritis multiplex وال الم الن اللي هي المون neuropathy تمام نشوف ممكن هذي اذا بال peripheral pulse بال peripheral sorry nerve او بال بلكس او الروت وال بلكس باث اللي هي اعتلال الضفيرة العصبية وال roots انسوينا radiculopathy اعتلال الجذور العصبية وهنان الصورة شارح عنا بيها شنو اللي داي صير هنان صار عدنا vertebral disc herniated صار بفتق هنان هذا الفتق ماشي من فتق وين ضغط ضغط على شنو على nerve root بهاي المكان تمام ليش لين هذي هذي هذا البروسس ثابت هذا ما يتحرك عظم وهذا رح يضغط هنا في رح ينحصر الروت بين هاي المكان ويدينا الى راديكيولو باثي راديكيولو باثي زي نرجع على هاي الصورة هاي الصورة شنو راح يحيشينا راح يحيشينا على المونونيرو مونونيرو يعني عصب واحد صار بدمج او دزيز فدمج to a single single peripheral nerve. تمام? زيان. هذا الاول. الثاني عدنا شنو? عدنا الدمج احنا صار اكثر من اثنين. equal or more than two. فهذا هو مش نسميه? مونونيورايتس مالتيبلكس. تمام? result in asymmetrical distribution. وهذا كلش مهم ماشي بالتفريق بالبولي نيورا باثي اللي هي هاي بصفة. شوف احنا هسه نيرف احنا نصاب ونيرف احنا ونيرف احنا asymmetrical غير منتظم. بينما اذا دنشوف احنا هاي الهند انصابت هاي الهند قبالها انصابت. هاي الليج انصابت هاذي الليج انصابت بالمقابيل. تمام? فهنا ندمج. to terminal branches of multiple nerves resulting in symmetrical and distal distribution. يعني مو بس symmetrical ويكون distal. واذا تذكرون سولفناها قناها gloves and socket. يعني جفوف وشنو؟ وجواري. مثل جفوف وجواري. بنفس distribution مالتها. زياد. البليكسوباثي. البليكسوباثي احنا الضفيرة كليتها صار بيها damage. ماشي. وهذا احنا الاكزامبل منطينا ياه هو شنو؟ البريكيلو بلاكسوس. رأية بريكيلو بلاكسوس damage. تمام؟ هنان الراديكيلوباثي مثل ما قلنا هو شنو؟ تيصير damage to nerve root معين واحد ممكن او ممكن اكثر. فالdistribution راح follows. شنو؟ corresponding dermatomes. يمشي ويا الرقعة الجلدية اللي غذيها العصب مثلا. تمام؟ فهذي ببساطة. هنان عدنا بلاكسوس. هنان عدنا dermatomes. مزيح. تمام. هنان بعد شنو عدنا. السباينال كورد. السنسوري ليفول. مالتا والبراين ستم والثالمس والسنسوري كورتكس. راح يبلش يحكيها هنانا بوضوح ثاني. ماشي. هنان عدنا الثالمك يضربنا كل الجسم. تمام؟ كل الجسم ضربة. ماشي. ايبسي لاترال او كونترال لاترال يعني العفوق كلية. بس الوجه او الفيس. ويا شنو؟ ويا نفس الهالف. عكس المد. المد براين ستم. المد براين ستم. شنو اللي يصير. اذا صار الوجه. المد براين ستم. المد براين ستم. هنانا السنترال كورد. هذا اللي يسوي. يضربنا الترانك. والشنو؟ والأبر لمز. اليوني لاترال كورد ليجين. اللي هي نسميها براون سيكوارد. اذا تذكرون. حيث هنا عليها. انه هي المشكلة الشنوى. يصير. جهة لوس اوف سنسوري. وجهة لوس اوف موتر. تمام؟ فاذا تلاحظون هنا هذا السنسيشن رايح. بالليفت. بالرائت. بالرائت. هذا. بالرائت. الوار اكسترامتي. هنانا عدنا شنو؟ ويك. ابر موتر. نيورون. ليجين. هنانا انصابت شنو؟ انصابت. الموتر سيستم. زيلا. هنانا هسا نجي على ترانسفرس ثوراسيك سباينال كورد. ترانسفرس ثوراسيك سباينال كورد. ولي سوينا هسا الى شنو؟ شلل نصفي. شلل نصفي. الاطراف اثنينات راح يصير بيها شنو؟ شلل. شلل نصفي. او شنو نسميه؟ بارا بليجيا. بارا بليجيا. اللي هو الكساح. يعني وقعت اللاور اكسترامتيز كليته. زيلا. اللي بصفه شنو؟ دورز القلوم. دورز القلوم. دورز القلوم. الفصف السل اول روت. اذا الان سلجر الرو راح الان تي فايف مثلا؟ لقه فوق النبال. وهاكذا؟ وهذا البولي نيورو باثي هذا كلش واضح ليش لان ديستل اول شغلة ديستل وثانيا شنو سيميتريكال زيان هنان رح يحكي على سايت سايت تمام هنان عدنا السيربرال ليجين السيربرال ليجين يا اما يكون شنو كورتكس تمام هنان بالكورتكس او بالانترنال كابسول او بالثالماس زيان بالكورتكس شنو اللي عندنا ماشي كورتكال سينسيشن امباريمنت وهذا ماي افكت only a portion of كونترالاترال part ربريزنتي باي تمام اذا تذكروا الهومونيكلاس اللي هو هنان رح نرسمها هذا الدماغ خيشة مثلا ماشي وهذا الدماغ الجهة الثانية تمام خوش اكو همونيكلاس اللي هو شنو الهيد هنانا والنكة هنانا ماشي والهاند تبلش احنا متفقين على الرسم مالتي وهذا الترانك هنانا وهنان الهيب ماشي وهنانا رح ترجع الثاي والليج والفوت تمام فهذا هومونيكلاس يعني هو شنو اللي يريد يوصل انها يقول لنا انه وين ما يصير الليجن بالكورتكس ماشي اذا كان الليجن بهنانا فرح ينطينا السنسيشن بالمكان نفسه وهكذا بينما من يكون بالانترنال كابسول لا اش رح يصير عندنا يوني فورم انفولمنت تمام يوني فورم انفولمنت يصير يعني شنو منتظم او متماثل مصحيح زين ممكن 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 لان اذا شمل بالموتر سيستم رح يصير وياه الثلامس رح يصير كونترالاترال هميسنسوري لوس و كونترالاترال هايبر الجيزيا فورد بالتحسس او البين و الادونيا الادونيا اللي هي شنو يعني بين مختلف يعني ممثل البين القديم يعني ممثل اللي دايحس بي تمام وهادي ما نسميها بالدجارني روزي سندرام الدجارني روزي سندرام هي هادي راير سندرام ماشي تصيب ال patient after stroke to the ventral posterior lateral ثلامس منيصر بيها هذا البارت من الثلامس ماشي سوينا central neuropathic pain خوش او نسميها بال thalamic pain syndrome thalamic pain سندرام المشكلة بالثلامس فيصار شنو عندنا patient يشعر بالعم منتصف ماشي غير طبيعية فهي هادي الدجارني روزي الدجارني روزي سندرام خوش 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 دا يصير اما عدنا complete transaction او شنو يعني اما ينقطع الحبل الشوكي تماما تمام يعني طبعا جهة من الجهات تنقطع تماما مثلا فش تعدينه إلى sensory loss below a level شاكوا جواه من level طبعا راح يروح لانا صار قطع تام بينما spinal hemisection مثل ما شفنا بال brown sick ward syndrome اللي هو إبسي لاترال vibration loss and proprioception loss with contralateral pain and temperature تمام ليش لان هذا hemisection hemi section تمام يعني شنو معناتها معناتها مثلا هذا هذا الحبل الشوكي واحنا هذا posterior هون وهذا anterior هون مصحيح زيلا احنا إذا عدنا القطع ماشي القطع وصل مثلا إلى اهنانا فهذا شسمينا complete transaction مصحيح 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 يعني هذي كل اللي تها مصحيح قطعت هذا complete transaction بينما إذا مثلا هيدج بس هاي المنطقة فهذا شنو سميه hemi section hemi section زيلا حسب وين الهيمي section صار رح يدينا إلى الليجن أو يدينا إلى السمتومز حسب ترتيب التركات المسارات العصبية بالحبل الشوكي تمام زيلا selective dorsal selective dorsal posterior posterior column or lateral spinal thalamic tract ممكن بات يصير بس لل posterior column involvement وممكن يصير لل lateral cord اللي هو نسمي spinal thalamic central cord suspended sensory suspended sensory loss with sacral dissociative anesthesia ماشي أكفر شي نسميه اللي هو central cord إذا central هو راح راح يساوي إنا راح يساوي إنا dissociative anesthesia خدر تفارقي مختلف زيلا إذا المشكلة صارت النوعين بالنерв roots تمام بالنерв roots بالنерв roots شنو اللي يصير عدنا يصير عدنا focal symptoms depending on depending on root of involvement in dermatomal battery sensory symptoms may be minimal in case of single root involvement due to considerable overlap by adjacent root territories تمام حسب المناطق العصبية وان دي صير الليجن تطلع عنا شنو سنسوري لوس زيلا سنسوري انجليا فرح شي صير عدنا pure sensory involvement in non-lent dependent asymmetrical fashion والسنسوري اتاكسيو صير عندشنا السنسوري اتاكسيو إذا تذكرون سؤلفناها بهذي هذي الصورة لا نلافو ما دم كانت بيه السنسوري اتاكسيو هذي تمام اللي هي هذي شوف بدورزة root جنجليا سواتنا شنو سنسوري اتاكسيو سنسوري اتاكسيو تمام زيلا زيلا نرجع على هذي البلاكسس إذا صارت البلاكسس المشكلة بالبلاكسس راح يصير عندنا شنو diffused symptoms corresponding to two or more adjacent root usually associated with motor deficit ممكن root واحد ممكن track كل يتا ينصاب بالبلاكسس فحسب الإصابة راح تطلع عندنا الفيترز peripheral nerve راح يصير لنا sensory impairment in the distribution of the affected peripheral nerve symmetric in case of poly neuropathies or asymmetric in case of mono neuropathy او mononeuritis multiplex واللي هي شفناها قبل شوية بهاي الصورة يعني إذا كانت هنانا شوفها هذي الصورة هنانا الي يتشغل بالمونا نيور آيتس و المونون نيورا باثي كلية في الملناء شوف الحند إثنين سمتر którą بس وهوشكرا المترجم للقناة